الرئيس السيسي وسلطان عمان يتفقان خلال مباحثات هاتفية على ضرورة توحيد الجهود للتوصل لتهدئة في الأراضي المحتلة مع تواصل الغارة المكثفة الشهداء الفلسطينيون يتخطون الألف ومطالب أممية بإقامة ممرات لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة زرناسكي يدعو الغرب لزيادة إمدادات الأسلحة لكياب وبرلين تستبعد تأثر أوكرانيا سلبا بالدعم الأمريكي لإسرائيل الثالث مساء بتوقيت القاهرة ثانية عشر بتوقيت جرانيتش نشر الإخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفي من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تناول الاتصال لتطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب ازدزاع وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وسلطان عمان اتفقا على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف واستعرادا لاتصالات الجارية في هذا الصدد كما تم تشديد خلال الاتصال على ضرورة دفع الجهود الرامية لتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات ومقاررات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة هل يلا هو الشهادة مفيش وصف الحجم الضماري اللي احنا فيه نفت مصادر رفيعة المستوى ما تداولته تقارير أعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الإسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذي جرى في السابع من أكتوبر وأضافت المصادر في تصريحات للقهرة الإخبارية أن الموقف المصري معلوم للجميع وما تقوله مصر في العلن هو التمسك بثوابة القضية الفلسطينية مشيرة إلى أن الأجهزة المصرية باشرت منذ لحظة الأولى اتصالتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارة مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة حيث قصفت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية أكثر من مئتي هدف في حي بمدينة غزة وحدها هذا فضلا عن غارات تركز أغلبها مدينة خان يونس الجنوبية ومخيم البريج اللاجئين وسط غزة ما أصفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 1078 شهيدا فيما وصل عدد الجرحة إلى أكثر من 5300 مصاب من بينهم 26 شهيدا في الضفة الغربية وفي المقابل ارتفع عدد القتل الإسرائيليين إلى أكثر من 1200 قتيل من بينهم 169 جنديا وأكثر من 3000 مصاب من بينهم نحو 366 حالة حارقة هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية شن هجمات صاروخية في العمق الإسرائيلي ردا على الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة على القطاع في غضون ذلك اقترب الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وزعماء المعارضة من تشكيل حكومة وحدة طارئة في هذه الأثناء أوضحت السلطات الفلسطينية أن الضربات الإسرائيلية دمرت حتى الآن أكثر من 22600 وحدة سكنية و10 منشآت صحية وألحقت أضرارا بما يصل إلى 48 مدرسة من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في نزوح أكثر من 260 ألف شخص داخل القطاع مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة نظرا للاعتداءات غير المسبوقة على القطاع وحذرت الأمم المتحدة من أن تلبية الاحتياجات الرئيسية لأهالي غزة أصبحت أكثر صعوبة معاربة عن قلقها من إعلان إسرائيل الحصار الكامل على القطاع في هذه الأثناء أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنصق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتين جرافث أكد أن حجم وسرعة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر تقشعر له الأبدان داعيا إلى احترام قوانين الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والبناء التحتية المدنية مع تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي الكثيف جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة شددت إسرائيل حصارها الشاملة على القطاع وتضمن الحصار إغلاق المعابر كافة وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة ومع دخول الأدوان الإسرائيلي يومه الخامس قال مكتب الأم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية إن أكثر من مئتين وثلاثة وستين ألف شخص في غزة غادروا منازلهم مضيفا أن هذا العدد مرشح للارتفاع وبحسب الأمم المتحدة دمرت عمليات القصف أكثر من ألف وحدة سكنية فيما لحقت أضرار بالغة بخمسمائة وستين وحدة جعلتها غير صالحة للسكن بينما لجأ قرابة مائة وخمسة وسبعين ألفا من أولئك النازحين إلى ثمان وثمانين مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومع ترد الوضع الإنساني في القطاع الفقير أصلا يمثل عدد النازحين داخل غزة أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر خمسين يوما في عام 2014 خاصة مع تحذيرات من أن تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين لم يغادروا أماكنهم ومع رفض إسرائيل طلبا بإدخال إمدادات غذائية وطبية إلى قطاع غزة تعاني معظم المناطق في القطاع من انقطاع في التيار الكهربائي حيث لا تستطيع محطة توليد الطاقة في غزة توفير أكثر من 20% من الطاقة الكهربائية التي يحتاجها القطاع مع تحذيرات من أن محطة توليد الكهرباء في القطاع ستتوقف عن العمل خلال ساعات بسبب نقص الوقود الأمر الذي ينذر بكارثة خطيرة في هذه الأثناء أطلق برنامج الأغذية العالمية عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية والذين يواجهون ظروفا صعبة ويفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية وبحث بمركز إعلام الأمم المتحدة دع البرنامج إلى إقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة وتوفير ممر آمن دون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية وذكر البرنامج أنه يحتاج بشكل عاجل إلى ضمان قدرته على الوصول والتمويل لدعم المحتجين مؤكدا أن هناك حاجة إلى نحو 17.3 مليون دولار أمريكي في الأسابيع الأربع المقبلة للتعامل مع الوضع الحارج الراهن أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستخرج عن العمل بحلول الغد بشكل كامل وأشار المسؤول الفلسطينية أن التوقف المحطة لتوليد الكهرباء سوف يتسبب في إغراق القطاع في ظلام دامس وستتوقف على إثر جميع الخدمات الإنسانية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية مضحا أنه بعد قرار منع سلطة الاحتلال إدخال الوقود ستتوقف أغلبية مصادر الطاقة البديلة التي تقدر بـ 15 إلى 20 ميجاوات كما أكد أن المتوفر في محطة التوليد 400 ألف لتر من الوقود وهي كافية لتشغيل المحطة ليوم واحد فقط وأكد المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل هددت بقصف محطة توليد الكهرباء في حال إدخال أي كميات من الوقود وعلى إثر تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة أن الإمدادات المخزنة مسبقا في سبعة مستشفيات رئيسية في قطاع غزة قد تم استنفاذها تماما وأكد مسؤول الصحة العالمية أن المنظمة تعكف حاليا على إعادة برمجة مبلغ مليون دولار أمريكي لشراء الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا من السوق المحلية لسد الفجوات المطلوبة مجددا دعوة المنظمة إلى الوقف الفوري للعنف وأشار المسؤول إلى الحاجة لإقامة ممر إنساني لإصال الإمدادات الضرورية منوها إلى وقوع 13 هجمة صحية في قطاع غزة منذ بداية الهجوم الحالية وهو ما أدى إلى مقتل ستة من العاملين في القطاع الصحي وإصابة أربعة آخرين وتضرر تسع سيارات إسعاف وثمانية مرافق صحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انتقدت وزيرة الخارجية النرويجية أي محاولة لتعليق المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني أو تخفيضها مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة وطالبت وزيرة الخارجية النرويجية بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة وأن تكون أولوية رئيسية للمجتمع الدولي منذ بها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن الدعم الإنساني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني ليس موضع تساؤل لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة ملف المساعدات المالية لفلسطين والتأكد من عدم وصوله لأي كيانات بخلاف السلطة الفلسطينية اشتركوا في القناة وفي إطار تصاعد الأحداث في المنطقة أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان أن أطراف بلدات حدودية في الجنوب تعرضت لقصف مدفعي من إسرائيل لعقب أطلاق صواريخ باتجاه أراضيها وأكدت الوكالة وقوع تبادل لإطلاق النار تزامنا مع القصف الذي يأتي في إطار التصاعد المستمر اليوم الرابع على التوالي من جانبه أوضح الجيش الإسرائيلي أن وحداته قصفت الأراضي اللبنانية ردا على ما قالت إنه هجوم بالصواريخ المضادة للدبابات على وحداتها وعلى الصعيد السياسي يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا بمقر جامعة الدول العربية بناء على طلب دولة فلسطين يبحث الاجتماع سبل التحرق السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من جانبه شدد مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية على أن الحل الوحيد هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس هذا وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزيري خارجية إيطاليا وليتوانيا التصعيد الجاري في قطاع غزة وأكد الأمين العام للجامعة ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرا وتخرج عن السيطرة مشددا على أن الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي هو أمر مناف للقانون الدولي ولن يحقق الأمن المنشود كما عبر أبو الغيط عن رفضه الكامل لقتل المدنيين مشددا على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف مما يؤدي إلى انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقاومات حل الدولتين وللمزيد حول نعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب ينضم إلينا من جامعة الدول العربية مراسل التلفزيون المصري باسم أبو اللعنين باسم أرحب بك وانقل لنا الأجواء في أروقة جامعة الدول العربية والمنتظر من اجتماع اليوم الطرق تحياتي إليك من جامعة الدول العربية بالقاهرة الأجواء هنا على قدم وصاق منذ ساعات الصباح الأولى حيث هناك مقابلات للسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط طبعا كل هذه اللقاءات الاستثنائية على هامش يوم استثنائي وذلك بمناسبة الحرب على الأرض المحتلة والعدوان على غزة وعلى شعب غزة والمدنيين العزل هناك هذه الاجتماعات أو هذا الاجتماع المزمع عقده في نحو الساعة الخامسة من مساء اليوم وهو اجتماع غير اعتيادي اجتماع طارق على مستوى وزراء الخارجات العرب هذا الاجتماع يأتي تلبية لدعوة مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث هذه الأزمة القائمة وما يحدث على الأرض من انتهاكات وعدوان من قبل إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى المدنيين العزل وتحديدا في غزة في قطاع غزة بدأت اجتماعات السيد أحمد أبو الغيطة اليوم مع وزير خارجية ليتوانيا جيريالوس لاندربيرغ وثم وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تياني ثم وزير خارجية فلسطين رياض المالكي وبينما نحن على الهواء مباشرة الآن تجري مراسم استقبال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف كل هذه المشاورات والاجتماعات الثنية التي حدثت بين الأمين العام وبين الوزراء السابق ذكرهم والوزير الذي بصدد استقباله الآن تمحورت حول المشكلة والأزمة في غزة وأن الحرب على غزة وأن مواجهة المدنيين العزل بأسلحة القتل المتعمد واستهداف المدنيين لن يزيد إلا من تصعيد الأمور وخرجها عن السيطرة وتوسع دائرة العنف في المنطقة أيضا أن سياسة العقاب الجماعية التي تقوده إسرائيل ربما بمباركة أمريكية وبمباركة من دول أخرى وبتأييد من دول أخرى هذه الأمور ستخرج الأمور عن السيطرة وسياسة القمع للفلسطينيين وسياسة العقاب الجماعي أولا هي ضد الأعراف والقيم والمبادئ والقوانين الدولية وثانيا هذه الأمور لن تحل المشكلة ولن تحقق الأمن المنشود الذي تدعيه إسرائيل لنفسها وشدد الأمين العام في لقاءتي على ضرورة الوقف الفوري لكافة هذه الأعمال وضرورة بحث الأمور التي أدت إلى حدوث ما يحدث الآن من إجهاض إسرائيل لحلول السلام ومبدأ الدولتين من أشعل فتيل هذه الأمور هو إسرائيل بتعنتها وبوقوفها ضد الفلسطينيين وضد حقهم في أن تكون لهم دولتهم المستقلة وأيضا اجتماع هذه الاجتماعات كما قلت في البداية هي تمهيد لاجتماع وزراء الخارجية العرب في نحو الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة هنا في جامعة الدول العربية ومن آخر المستجدات التي وردت ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية من ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جرال قصف الإسرائيل إلى نحو 1055 شهيدا تتصاعد هذه الأعداد عبر الساعة وخلال الساعة ونحو أكثر من 5000 من الجرحة في قطاع غزة نعم أشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري مباشرة من مقر جامعة الدول العربية أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح خطير جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لكل منتول وينسلند منسق الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وفيليب لازريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا وأكد شكري ضرورة تكاتف الجهود من أكل وقف الحرب الدائرة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في القطاع محذرا من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين تبدل مصر جهودا مكثفة لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات سياسية واقتصادية وتنموية وأمنية كما تقوم مصر بتكثيف الدعم الإنساني المتواصل للشعب الفلسطيني خاصة استقبال المرضى والمصادين وعلاجهم في المستشفيات جهود مصرية مكثفة لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية كذلك المجتمعي والإنساني فعلى الصعيد السياسي حريصت مصر على عقد العديد من اللقاءات الثنائية التي جمعت رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهدف دعم السلطة والبقاء على شرعيتها كما تقوم الأجهزة المعنية المصرية بجهود كبيرة من أجل ترتيب البيت الفلسطينية من الداخل من خلال دعم مسار الانتخابات العامة والرئاسية والخاصة بالمجلس الفلسطيني الوطني فضلاً عن توقيع الفصائل الفلسطينية ميثاق شرف تأكيداً على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزهة أما على المستوى الإقليمي عقيدت مصر عدة لقاءات إقليمية مع الأردن على المستوى الرئاسي لتنصيق الجهود بين البلدين فيما يتعلق بتصدير القضية الفلسطينية إلى الواجهتين الإقليمية والدولية وكثف قادة مصر والأردن وفلسطين اتصالاتهم ولقاءاتهم لإعادة تنشيط مفاوضات السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني كذلك على مستوى الدولي فقد دشنت مصر رباعية دولية بالتعاون مع الأردن وفرنسا وألمانيا بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين والتنديد بالتوسعات الاستطانية الإسرائيلية في الدفة الغربية كما نجحت مصر في دعم القضية الفلسطينية فيما يتعلق بالصعيد الأمنية سواء في أمن قطاع غزة حيث نجحت مصر في جميع المواجهات الإسرائيلية في قطاع غزة على وقف إطلاق النار وإعادة الهدوء الأمنية وفي إطار الدعم الإنساني المصري لفلسطين تم زيادة وقت فتح المعابر الإنسانية بين مصر وقطاع غزة لاستقبال المرضى والمصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية فضلا عن إدخال شاحنات تحيا مصر المسؤولة عن توصيل المساعدات الإنسانية من أدوية وسلع غذائية لتظل مصر دوما هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أشهد رئيس الوزراء خلال الزيارة بجودة الأعمال المنفذة للترميم والتطوير وتنوع المعروضات الأثرية التي تعود لمختلف الحقب التاريخية لمصر مؤكدا أن هذا المتحف يعد صرحا جديدا يضاف إلى خارطة السياحة المصرية وإنجازا ضمن خطة الدولة لإعادة أحياء المناطق والمقهر الأثرية لجعلها مقصد سياحية جذبة يأتي افتتاح المتحف بعد إغلاقي لمدة ثمانية عشر عاما حيث يضم المتحف الذي يعد منارة علمية وثقافية داخل محافظة الإسكندرية قاعات للعرض المتحفي حديقة متحفية مركزا لحفظ وترميم الأثر ومركزا آخر لبحوث العملة ومركزا للبحث العلمي أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمنظومة إدارة المخلفات موجها بتكثيف العمل بها للمحافظة على المظهر الحضاري للإسكندرية باعتبارها عروس البحر المتوسط بالإضافة لكونها محافظة سياحية بالدرجة الأولى وخلال مشاهدته استفافا للمعدات الخاصة بالمنظومة استمع إلى شرح حول الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة المسؤولة عن التشغيل وتعتبر المنظومة الحالية للمخلفات بمحافظة الإسكندرية منظومة متكاملة حيث تتكون من محطة وسيطة ومصانع تدوير ومدفن صحي وأسطول من معدات الجامع والنقل ونظافة الشوارع ويتم تشغيلها من خلال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتقديم خدمة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ونظافة الشوارع بالإسكندرية وكذا خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية حتى التخلص الآمن منها توصل الهيئة الوطنية للانتخابات تسلم أوراق المترشحين في انتخابات الرئاسة وتقوم لجنة تلقي طلبات الترشح بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح والتأكد من استفائها للشروط الدستورية والقانونية والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من المقرر أن يتواصل لعمل لجنة حتى الرابع عشر من الشهر الجاري وفقا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية للمزيد من المتابع معنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات مرسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك بمقر اللجنة نعم نحييكم من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات نحو ساعة ونصف تفصيلنا عن نهاية هذا اليوم الذي بدأ في تمام التاسع صباحا لاستقبال أوراق ترشح أي من المرشحين المحتملين لقوض انتخابات رئاسة الجمهورية الفين أربعة وعشرين في اليوم السابع لم يتقدم حتى هذه اللحظة أي من المرشحين المحتملين وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت أبوابها يوم الخامس من أكتوبر وتستمر حتى الرابع عشر من أكتوبر وبالتالي نحن نتحدث حتى هذه اللحظة وحتى هذا اليوم السابع عن ثلاثة مرشحين محتملين لقوض غمار انتخابات رئاسة الجمهورية حتى الآن كان يوم السبت الماضي قد تقدم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي تقدم بأوراق ترشحي ويوم الحد أيضا تقدم المرشح الرئاسي السيد فريد ظهران بأوراق ترشحي ويوم الاثنين الماضي تقدم أيضا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحي لقوض غمار انتخابات رئاسة الجمهورية وبالتالي نحن نتحدث عن ثلاثة مرشحين حتى الآن من المقرر أن تستمر استقبال طلبات الترشح حتى الرابع عشر من أكتوبر الحالي وفي يوم السادس عشر من أكتوبر سوف يتم إعلان قائمة مبدئية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لتعلن القائمة النهائية يوم التاسع من نوفمبر من المقرر أيضا أن يكون اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن تفاصيل هذا اليوم السابع الذي نتابعه معكم لحظة بلحظة نعم أحمد إذن بناء على ما أشرت إليه نحن في انتظار دائما الجديد أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات شكرا جزيلا لك عقد تحالف الأحزاب المصرية اجتماعا شارك فيه عدد كبير من رؤساء وأمناء الأحزاب ومماثلهم وخرج الاجتماع ببعض التوصيات منها التي تخص المواطنين ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة كما أكد التحالف أهمية التوعية بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوضه فترة رئاسية جديدة وللمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كريم أرحبك أعتقد أنه مكتمين النهاردة عشان كل واحد يقول البرنامج اللي حسبه وحي يعمله والتوقعات اللي هتحصل وإيه النشاط اللي هيتعمل من الهزب عشان تأييد السيد الرئيس الجمهورية نحن عاوزين يكون هناك إقبال من الجماهير والكل يشارك ويعطي صوته لأي مرشح كان نحن طبعا أعلن موقفنا من البداية بتأييدنا للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في عزي المعركة هناك عدة مؤتمرات إقليمية حتكون في عدد من القطاعات وستنتهي بمؤتمر عام يضم العديد من الألاف حنتحرك من خلال الجماهير في الشارع من خلال طرق الأبواب ولكن كتحالف الأحزاب المصرية حيكون له دور مهم نحن كلنا جايين هنا عشان ندعم القادة السياسية ونعمل اللي فستطعتنا عشان نوصل ده لجمهورنا نحن عمل الاجتماع عشان حاجتين فيه أول بند فيه نحن نتوجه للشكر الرئيس عفتاح السيسي أنه هو لبى دعوة تحالف الأحزاب المصرية وأعلن ترشحه الوراية رئاسية جديدة للعمل على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي بدأها من 2014 نقطة رقم اتنين أن نحن بنبدأ كتحالف أحزاب بيضم 42 حزب بنحط خطة عمل بتنقسم إلى الشقين الشق أن نحن بنوجه أحزابنا على مستوى المحافظات والمراكز والأقسام وأعضاءنا لهم يدوا صوتهم للرئيس عفتاح السيسي كأحزاب بدعمها للرئيس عفتاح السيسي الخطرة الثانية أن نحن عاملين حملة اسمها حملة وعي للتوعية بنحس المواطن المصري اللي هو مش بنتميش لأحزابنا أنه ينزل ويشارك ويمنح صوته في اليوم الانتخابات لمن يرى مناسبا أخذنا القرار ده على أساس أن نحن طبعا فيه عدة عوامل العوامل دي طبعا منها أهم حاجة الاستقرار الأمن والأمان المبادرة حياة كريمة المشروعات الضخمة اللي حصلت في مصر استضافة اللاجئين ونحمد ربنا أن نحن مش لاجئين أن نحن عايشين في بلدنا الاجتماع ده أكد وحدة وترابط الأحزاب تحالف الأحزاب السياسية وتوحد الصف والرؤى على اختيار الرئيس عفتاح السيسي اللي يستمر لاستكمال مسيرة البناء والتنمية اللي بدأها رسالة لكل الناس رسالة بنقول فيها أن الأحزاب المصرية في التحالف بتؤيد بالإجماع سيد الرئيس عفتاح السيسي اللي خناعتها التم بما تم وبما قادمين عليه بنتكلم على الانجازات اللي تمت وليه الرئيس عفتاح السيسي ثانيا تنظيم الحملة الانتخابية أن زي الأحزاب كلها تشارك في هذا الحملة أحزاب التحالف بما فيها حزب العمل الاشتراكي واتكلمنا في هذا الإجراءات وهذا التنظيم اللي كل الأحزاب على استعداد فيه أن يتوقف مع المرشح الرئيس عفتاح السيسي لترشح لفترة رئاسية جديدة اطلع شارك فيه ظاهرة سياسية صحية كويسة بأن أكثر من مرشح النهاردة تقدموا للانتخابات فإدي صوتك بإيجابية وشارك بإيجابية ده الأول لكل المواطنين ليه الأسباب وبتشوف بشرح بمفصل إحنا ليه بنوايد الرئيس للفترة الانتخابية اللي جاي طبعا الملف كان كبير جدا جدا لكن ممكن على عجالة نحنا نوجز أول حاجة كان تمكين الشباب وكانت أكبر نقطة فيها أنها ما كانش فيها وساطة الشباب اللي هو قادر أنه يكمل ما بعد المرحلة التعليمية الجماعية هو ده المحل اللي تبوره وإهتمام من فكرة تمكين الشباب تاني حاجة الملف التعليمي وفكرة التفرة اللي حسب في الملف التعليمي ويمكن الشاهد عليها المدارس اليابانية تالت حاجة كانت التفرة الصحية والطبية في التأمين الشامل والصحي هذا التحالف جمع وأظهر بما فيه من أحزاب لتأييد السيد الرئيس نحن نرى مجال الزراعة تطور تطوير عظيم وإن شاء الله بعد سنتين ثلاثة فيما مصر ستصدر جميع المحاصيل الزراعية إذن تابعنا مع حضراتكم آراء عددنا من رؤساء الأحزاب عقب عقد اجتماعهم بشأن الانتخابات الرئاسية ومن ناحية أخرى نظم عددنا من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية وقفة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة نظم الوقفة أمانة المصريين بالخارج في حزب حماة وطن حيث أكد المشاركون دعمهم للرئيس متنين على الإنجازات التي تمت في البلاد خلال الفترة الماضية أعلنت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فتح باب الانضمام للحملة الرسمية عن طريق الرابط الظاهر على الشاشة وأكدت الحملة أن الشباب هم عماد المستقبل وقوة الأمة مشيرة إلى أنهم هم الذين يحملون رؤية مصر وطموحات عريضة لتحقيق النهضة والتنمية في مصر يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تاياني الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة اللقاء تناول العلاقات المصرية الإيطالية وسبل تعزيزها في إشارة المجالات والقضايا الإقليمية والدولية مع حل الاهتمام المشترك وإلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث دع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الحلفاء إلى زيادة إمدادة الأسلحة لكييف وقال زيلنسكي خلال اللقاء النصحفي مع الأمين العام للحلف يانس تولتنبرغ في بروكسل إن زيارته الأساسية لضمان صمود بلاده خلال الشتاء المقبل يقوم الرئيس الأوكراني بأول زيارة له لمقر الحلف في بروكسل منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا وذلك في فبراير من عام 2022 لحضور اجتماع الوزراء دفاع حلف الناتو قال وزير الدفاع البلجيكي لاضيفينا ديونيدر إن حكومة بلاده قرارت إرسال مقاتلات F-16 الخارجة من الخدمة إلى أوكرانيا بحلول عام 2025 وأضاف وزير الدفاع البلجيكي أن حكومة بلاده اتخذت هذا القرار بعد تحليل دقيق وتمتلق القوات الجوية البلجيكية 43 مقاتلة من طراز F-16 تم تسلمها في الثمانينيات وخضعت عدة مرات لعمليات تحديثه استبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن يأتي قرار الولايات المتحدة زيادة الدعم العسكري لإسرائيل على حساب أوكرانيا وأكد وزير الدفاع الألماني عقب اجتماع للجنة الدفاع بالبرلمان أكد أن برلينا ستبدل قصارى جهدها لضمان عدم انهيار الدعم الأوكراني في ضوء التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط متعهدا باستمرار مساندة بلاده لكييف خلال أزمتها الراهنة اتعم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أليكساندر بورتينكوف ضباط القوات الخاصة البريطانية بتدريب مجموعات أوكرانية لتنفيذ أعمال تخريب المحطات النووية الروسية وأضاف رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جلسة مجلس رؤساء هيئات الأمن والمخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة والتي افتتحت في باكو أن جهاز الأمن الروسي احتجز في أغسطس الماضي أعضاء مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية تم تدريبهم على يد ضباط من القوات الخاصة البريطانية لتخريب منشآت عسكرية ومرافق النفط والنقل والبنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة النووية على وجه الخصوص في محطتي سيمولينسك وكورسك النوويتين محاولة نظام كييف الهجوم على أهداف على الأراضي الروسية بطائرتين بدون طيار مؤكدة أن الدفاع الجوية الروسية تمكن من اعتراض هتين المسيرتين فوق مقاطعة بريانسك من ناحية أخرى أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خرسون أليكزاندر بركدين أن القوات الروسية قصفت منطقة خرسون 82 مرة خلال اليوم الماضي بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى إصابة مدني أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوريجيا الأوكرانية يوري مالاشكو أن الجيش الروسي قصف 25 بلدة تابعة للإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضح رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوريجيا أن القصف أصفر عن تدمير مباني سكنية ومرافق بنية تحتية لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن ترجمة نانسي قنقر اعتبر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أن البنك بحاجة إلى زيادة قدراته المالية للاستجابة للتحديات العالمية ورفع قدراته على الإقراض بنحو 150 مليار دولار في العقد المقبل وأوضح رئيس البنك الدولي أن التغيرات على الصعيد الميزانية والمساهمات من قبل الدول من شأنها أن تزيد قدرة البنك الدولي على الإقراض يشكل أصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لجعلهم أكثر جهازية لمواجهة التغير المناخي ومشكلة الدين والفقر موضوعا جوهريا في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين المنعاقدة في مراكش في المغرب خلال الأسبوع الراهن أعلنت الحكومة الآيرلندية عن إنشاء صندوق سيدي بقيمة 100 مليار يورو للمساعدة في تمويل التكاليف الصحية المتزايدة ومعاشات التقاعد المرتبطة بفئاتها العمرية غير الفتية في إطار موازنتها لعام 2024 وأشارت الحكومة إلى أن صندوق مستقبل آيرلندا تم تأسيسه بفضل إيرادات ضريبة على الشركات وسيضمن استدامة المالية العامة وتتوقع دبالان تحقيق فائد في الموازنة يقدر بـ 8.8 مليار يورو في عام 2023 بعد تحقيق فائد بـ 8.5 مليار في العام الماضي بعد عامين من العجز في 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن إلى إقرار سلسلة من التدابير التي تسمح بتحسين القدرات المالية للمؤسسات المالية الدولية مع دفعها بشكل صريح أكثر باتجاه تمويل مكافحة الاحترار المناخي جاءت تصريحات الوزيرة الأمريكية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش بالمغرب طلبت الوزيرة الأمريكية بتعزيز القدر المالية للبنك الدولي مشددة على أن الولايات المتحدة ستوفر أموالا إضافية حتى يحظى البنك الدولي بـ 27 مليار دولار إضافية أما على صعيد صندوق النقد الدولي أكدت يالن أن الولايات المتحدة ستدعم توزيعا للحصص يعكس بشكل أفضل الاقتصاد العالمي توقعت الحكومة الألمانية ركود الاقتصاد في ظل توقعات بنكماش بنسبة 4 من 10% من إجمالي النتج المحلي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وأشارت التوقعات الجديدة إلى ارتفاع معدل التضخم وضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة كأسباب للركود الاقتصادي لا تزال تداعيات عدم استقرار أسعار الطاقة عالميا تضرب أكبر اقتصاد في أوروبا حيث توقعت الحكومة الألمانية ركود الاقتصاد في ظل توقعات بنكماش أكبر في الاقتصاد بنسبة 4 من 10% من إجمالي النتج المحلي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي التقديرات السابقة للحكومة التي نشرت في الربيع الماضي كانت تشير إلى نمو اقتصادي بمعدل 4 من 10% فقط سنويا إلا أن التوقعات الأخيرة أشرت إلى تراجع وطيرة ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل وتظهر التوقعات الحكومية أن يكون معدل التضخم في العام المقبل 2.6% مقابل 6% تقريبا خلال العام الحالي وفي أغسطس الماضي توقع البنك المركزي الألماني بوندس بينك أن يواصل الاقتصاد الألماني ركوده في الفصل الثالث بسبب ضعف الطلب من الخارج وارتفاع نسب الفائدة وهما عاملان يلقيان في الثقليهما على القوة الاقتصادية الأولى في القارة وتراجع الاقتصاد الألماني في الفصلين السابقين حيث موني الكطاع الصناعي الألماني المعروف تقليديا بأنه محرك النمو الاقتصادي بضربة في الأشهر القليلة الماضية في وقت تراجعت فيه الصادرات بالتزام مع تضخم مرتفع ونشاط عالمي خافت ضرب زلزال جديد منطقة قريبة من هرات بنفس القوة التي ضرب بها الزلزال الأولى المنطقة بحوالي 6.3 درجات على مقياس ريختر تسبب الزلزال الجديد في تدمير قرية شهاج بأكملها وإصابة العشرات كما أدى إلى عرقلة السير على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط مدينتي هرات وترغاندي لم تمر أيام على أفغانستان حتى تصطدم بفاجعة زلزال جديد ضرب هو الآخر بنفس القوة منطقة قريبة من هرات وبلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر الزلزال الجديد تسبب في تدمير قرية شهاج بأكملها وإصابة العشرات العديد من سكان هرات يمدون لياليهم في خيام منذ وقع الزلزال المدمر الأول والذي أعقبته ثماني هزات ارتدادية قوية ووسط الضمار والجنازات يبحث السكان بين الأنقاض عن ناجين فيما تتواصل عملية انتشال الجسس وهنا وقف ناجون يكابدون فقد أحبائهم كل شيء مضمر ليس لدينا مكان نذهب إليه لا يمكننا الذهاب إلى مكان آخر ولا يمكننا البقاء هنا لا داعي لقول مشاعرنا كل شيء واضح كان لدي حياة جيدة وعائلة ومنزل لكن كل شيء انتهى الآن وضعت مئات الجسس في الكبور وكان ضقيق المجارف وآلات الحفر هو الصوت الوحيد الذي خيم على المكان كرى بأكملها تدمرت كانت تضم نحو مئات المنازل ولم يبقى منها سوى أكوام من الطراب وتتعرض أفغانستان دائما للزلازل خصوصا في سلسلة جبال هندوكوش كما عانت ولاية هيرات التي يبلغ عدد سكانها مليون وتسامائة ألف شخص من جفاف مستمر منذ سنوات شل الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية طلب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة فناجر رئيس البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة بمغادرة البلاد في قضون 72 ساعة وأدان المجلس ما وصفها بالعراقين التي وضعتها الأمم المتحدة للحيلولة دون مشاركة نيجر في الجمعية العامة للمنظمة الدولية ويعد رئيس البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة هو ثاني مسؤول يطالبه المجلس العسكري بمغادرة البلاد بعد السفير الفرنسي وكان المجلس العسكري قد استولى على السلطة في البلاد في يوليو الماضي وعزل الرئيس محمد بازومة هذا وبدأت أول دفع من الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر مغادرة البلاد إلى تشاد في قافلة برية تحت حراسة قوة محلية يأتي هذا في إطار انسحاب فرضه المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر والذي كان قد سارع لإصدار قرار يطلب من القوات الفرنسية لانسحاب وهو ما استجاب له الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في نهاية سبتمبر الماضي بعد طول رفضه نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع رابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد وشدد المركز على أن نظام المنهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية وأوضح المركز أن مادة التربية الدينية لا تعد ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع لأي مرحلة من المراحل التعليمية وإنما تعد مادة نجاح ورسوب فقط وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي أشهدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بمبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع اتحاد الصناعات والتحاد الغرف التجارية على أن يتم بدء تنفيذ المبادرة اعتبارا من يوم السبت المقبل أضفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة سوف يعمل على تخفيف العبئ على المواطن في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها غالبية دول العالم رغم ذلك نجحت الدولة المصرية في توفير كافة السلع الغذائية سواء خلال فترة جائحة كورونا أو خلال الأزمة الروسية الأوكرانية تعمل مبادرة الحكومة على تخفيض أسعار السلع السكر، زيت الطعام، الفول، العطس، الألبان، الجبن الأبيض والمكارونا إضافة لتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25% وتخفيض أسعار الدواج الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15% أقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل حول قطاع السياحة للخروج بتوصيات لتعزيز الأداء بالقطاع باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبية تأتي الوارشة ضمن مبادرة بنفكر لبلدنا والتي أطلقها منتدى السياسات العامة التابعة للمركز لوضع خمسين فكرة مبتكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرية حيث شهدت استعراض عدد من أفكار شباب الباحثين والخبراء لتعزيز أوضاع السياحة من أبرزها إطلاق تطبيق وموقع إلكتروني يتضمن خريطة سياحية لمصر بجميع مزارتها ومقاصدها السياحية بجانب مقترحات بالاهتمام بالسياحة الرفية والعلاجية ومنح حوافز إضافية للمستثمرين السياحيين وتسهيل ترخيص الشركات السياحية وتقنين عمل العديد من المؤسسات الخدمية السياحية يواصل معرض تراثنا للحرف اليدوية استقبال زواره حيث يقدم تجربة فريدة من نوعها تتمثل في عرض قطع فنية مصنوعة بمهارة من 27 محافظة وذلك في مختلف قطعات الحرف اليدوية على رأسها النسيج والكليم والخزف والسجاد والنحاس بأرض المعارض لا تزال فعليات معرض تراثنا للحرف اليدوية متواصلة وذلك من الفترة من الثامن إلى الرابع عشر من الشهر الجاري شهد المعرض الذي يحتضن أكثر من ألف عارض من جميع المحافظات على أنواع مختلفة من المنتجات التراثية التي تعبر عن الهوية المصرية كل الصناعة اللي فيها مصرية الاكسسوار بتاعنا برضو نحاس مش اكسسوار تشاينة ولا أي نوع من تشاينة احنا الجلد بتاعنا جلد طبيعي بقري نقدر ان احنا ننظفه بالمية لان احنا ما نموتش المسام بتاعة الجلد الشهر نقط بتاعتنا الحمد لله يقدرنا ان احنا نخرج برا مصر مش هنا بس معرض فرصة كبيرة جدا جدا لترويج الصانعين في مصر بشكل غير طبيعي يعني لسه والله كنت بتكلم ان احنا محتاجين المعرض دايبقى يعني مش ستيان بس دايبقى ينفع يبقى سانوي يعني موجود طول السنة دور كبير يلعبوا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم العارضين سواء كان ماديا او الانتهاء من اجراءات توفيق اوضاعهم بشكل قانوني احنا اول مرة ننزل نعمل خدمة العملة في المعرض بنعمل استطلاع رأي لكافة الزوار والعارضين كمان علشان بنشوف ايه المشاكل اللي بتواجههم طلبتهم ايه بنحلها بنشوف رأي الزوار في المعرض معرض رائع رائع بيعرض 27 تراث من كل المحافظات يعني 27 محافظة انت هتشوفهم هتيجي تشوف حاجة من الابداع كل كتع هي يونيك يعني انت هتلاقي الكتع كده الله بقى يعني انت لو منحقتش تشتريها مش هتعرف تخبط زيها تاني يتيح معرض تراثنا فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والانفتاح على اسواق تصديرية جديدة محمد الخطيب التلفزيون المصري مشاهدين وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز العنوين الرئيس سيسي وسلطان عمان يتفقان خلال مباحثة هاتفية على ضرورة توحيد الجهود للتواصل لتهدئة في الأراضي المحتلة مع تواصل الغارات المكثفة الشهداء الفلسطينيون يتخطون الألف ومطالب أممية بإقامة ممرات لتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع زيلانسكي يدعو الغرب لزيادة اندادات الأسلحة لكييف وبرلين تستبعد تأثر أوكرانيا سلبا بالدعم الأمريكي لإسرائيل وبختم العنوين نصل معكم لختمي نفرات الثالثة شكرا لطيب المتابعة وإلى لقاء